نحن في هذه المدينة نحضر لاستقبال باخرة عين عكر الذي تحمل الهبة الفيول الفيول اللي هو مادة مية بالمية جزائرية ذو جودة رفعة جدا الذي أهداها السيدة الرئيس الجمهورية لشعب لبنان وللبنان الذي يمر بمرحلة صعبة في هذه الأيام قرار السيدة الرئيس ليس بجديد لأنه التضامن والتفاعل الإيجابي بين هذا المتحدث رأيتحدث مع قناة من قنوات العصابة هذا يسموها أعيل باندكات أو أعيل 24 يسموه رشيد بالباقي أحد الزملاء من وزارة الخارجية وهو يرى في حديث هذه الأيام أنه في 300 جزائري في لبنان وباش يرحلوا من لبنان وجايبين ذكروا إلى آخره ورشيد بالباقي السافير الجزائري قام بأشياء كبيرة ومهمة وفي ترحيل الجزائريين وبعد أنا رحت بحثت حتى في ترحيل الجزائريين هذا لقيت لا شيء جزائريين حتى الخطوط الجزائرية ما رحتش لبنان طلبت من الخطوط اللبنانية جابتهم للقاهرة باش على أساس من القاهرة يدهم للجزائري هم 300 أو 306 جزائريين وجزائريين لكن هذا حرك الأمر في أحد الزملاء في وزارة الخارجية فابعث لي ملف انتاوه قال لي خليني نعطي لك هذا شكون هو رشيد بالباقي قال لي أنا رشيد بالباقي هذا يعني من بين أهم المناصب اللي كان فيها كان قنصل في الكاف ما بين 2004 و2009 وفي 2011 عينه عينا رئيس ديوان الوزير المنتدب المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بالقسم الساحلي قال لي كان ظالما بشدة عاملة معه ست مكلفين بالدراسة والتخليص اللي يسموهم السي او اس كانوا في قد تجاوزوا كلهم ستين من العمر كان دائما السباب لهم يسبهم ويهينهم أمام الغير إلى درجة أن بعضهم كان مرات ينفجر بكاءا يعني من الحقد ومن القهر اللي يتلقاه لكن ليش هذه القضية القضية هو أنه طبعا كان يهاجمهم حتى هؤلاء يقولون أنتم كنجين في مصر ولا في السعودية والله الدبلوماسي هذه يدخلوها فقط أبناء الأشراف أبناء النبلاء أبناء الكبار أبناء القيادات بعضكم جاي من أبناء الشعب وكذا أنتم إهانة يعني وفي 2017 عينوه قنصل في مدينة ليل فرنسية هنا هذه هي مربط الفرس أو هذه القصة القصة الأساسية تبدأ من هنا هذا لما كان قنصل عام في مدينة ليل فرنسية دعونا نوريه لكم في مدينة ليل قا عنده مقطع آخر أو هنا يتكلم يمدح يمدح في التهجير اللي كانت ديروا فرنسا للجزائريين تحولهم لفرنسا باش يرحوا يشتغلوا في فرنسا في قرن التاسع عشر يعني فرحان بها يعني طبعا هذون هما هذوا عقليات فرنسية في الجزائر ما عندهم مش علاقة بالجزائر يعني الجزائر برك هما يخذوا منها المناصب والأمال الأخير لكن اللي همنا مش هذه النقطة اللي همنا أنه في تلك الفترة كان تبين أنه في تلك الفترة كان عندنا على علاقة واطيدة جدا بأعلي حداد أعلي حداد واخوه ربو حداد وش كان يدير؟ كان عنده طبعا تعرفوا حاجة اسمها الحقيبة الدبلوماسية الحقيبة الدبلوماسية الحقيبة الدبلوماسية في العرف الدبلوماسي أنها لا تفتش يعني إلا في حالات استثنائية جدا ولاش الحقيبة الدبلوماسية؟ الوثائق يروح فيها وثائق يجو فيها وثائق فالدول الدبلوماسي عنده حماية حماية لهوة حماية للدارنتاو حماية للسيارة حماية الحقيبة الدبلوماسية إلى آخره هذه كلها موجودة في اتفاقيات في اتفاقيات فيان للعلاقات الدبلوماسية 61 وكانت اتفاقية أخرى للعلاقات القنصلية في 63 المهم وش كان يدير كان يهرب يقوم بتهريب المال في الحقائب الدبلوماسية من الجزائر بتواطئ معين في وزارة الخارجية لفرير حداد عليه حداد كان عنده طبعا حداد كان يعين وزراء حداد يعين وزراء موجودة عنده في تصريحات شحل مرة يقول هذا الكلام سوى مسجلة أو غيرها ففي وزارة الخارجية كان عندهم واحد عائلة حداد حطين واحد هناك يعطلوا مبلغ من المال كانت في الغالب مليون أورو واثنين مليون أورو على حساب كل مرة كيفاش؟ كاش يتحط داخل الحقيبة الدبلوماسية ويدر لها الحقيبة الدبلوماسية طبعا يدر لها ما يسمى بشمع الأحمر إلى آخره والختمة الدولة وتروح للقنصل في القنصل العام في ليل على أساس أنها وثائق لكنها هي أموال كاش عندما تصل عنده واحد من عائلة حداد يستلم ذلك المال مقابل هو ياخذ مقابل معين لا أعرف القيمة بالذات هذا اللي يراصلني لا يعرف بالتدقيق كم يأخذ القنصل نسبة تاو وكيف نعرف حين هذه الأشياء لأنه لما بدأوا يحقوا مع علي حداد ومع خاوته اللي تعرفوا كلهم رهم في السجون نظن عنده أربع خاوة ولا رهم في السجون وربما حتى بعض لنوفو تاو إلى آخره لما بدأوا يحقوا معهم في قضايا كيف تهربون المانع كيف يتم تهريب المال القاوب اللي من بين الطرق اللي هربوا بها عائلة حداد هربوا بها الأموال من الجزائر مثلا شروا فندق في اسبانيا بخمسين مليون أورو مثلا فندق أو اثنين حتى عندهم مباني شارينها في بريطانيا في فرنسا في سويسرا في الإمارات في تركيا في كل مكان أموال ضخمة ملاير دولارات غربت من الجزائر أحد الطرق هي الحقيبة الدبلوماسية وواحد من الأشخاص كان أشخاص آخرين لكن المعلومات اللي رأي عندي الآن تتعلق بهذا الشخص واحد منهم هو هذا رشيد بالباقي كما قلت توضع الكاش في الحقيبة الدبلوماسية ما تفتحش ترسل توصل إلى ليل يفتحها يمد لهم المليون أورو ولا ثنين مليون ولا ندري كم المبلغ ويأخذ منه نسبة معينة هذه الاعترافات قدمها ربوح حداد كان واحد من عائلة حداد اسمه رابح ولا ربوح نظن ربوح هو اللي قدم هذه المعلومات لما كان تحقق معاه فاصيلة التحقيق نتعال الدرك الوطني في العاصمة لما كان يحقق معاه كان هذا بالباقي رشيد من؟ وين كان أنا ذاك؟ ما بقاش في ليل كان تقل من الليل إلى سويسرا طبعا قد نم خدمات لازم يرفعوه وعينوه سفير البعثة الجزائرية في سويسرا في جونيف في سويسرا عندنا إذا شئنا سفيرين سفير اللي يمثل ككل السفراء يمثل الدولة الجزائرية لدى الدولة السويسرية هو في بيرن لأن بيرن هي عاصمة سويسرا الرسمية ولكن في جونيف كان ينبعثة ثانيا تعال أمم المتحدة كان ينبعثة في نيويورك وكان ينبعثة في جونيف فعندك سفير أيضا في جونيف اللي رأي يرأسها الآن زميل درس معايا اللي رأي يرأسها الآن اللي يخلف هذا عبد الباقي يا رشيد لعلي مرة أذكرته نرجع لهذا العبد الباقي رشيد طلبوا منه يعود لما تبين لهم في التحقيق أنه متورب في تهريب 18 مليون أورو معلومة اللي عندي هنا تقول 18 مليون أورو على الأقل هربت عبر الحقيبة الدبلوماسية طلبوا منه يدخل ودخلوه مع ذاك الوقت كانت كاينة الكورونا ما مكاش دخلوه في باخرة مع الجزائري اللي كانوا في مارساي أو ودخل وقعد ثلاث سنين وما يحققوا معا من 2020 لل2023 وثبت عليه وكان المفروض يتم إدخاله للسجن مثل ما بعض اللي رام دخلين للسجن بقدرة قادر بعمل ما وضع الملف جانبا وعين سفير الجزائر العام الماضي عين سفير الجزائر في لبنان ورح سفير الجزائر في لبنان الغريف الأمر أنه قبل شهرين في جويلية الماضي ثلاث شهر الآن عينوه في مصر وفي مصر ثاني رحي كوارث لأنه في خمس سنوات خمس سفراء في خمس سنوات فعينوه كبديل السفير اللي خرجوه من هناك لكن ما رحش لا عرف لماذا هل في آخر لحظة عودوا تراجعوا بعثوا شخص آخر خلوه اللي كان هذا منضوع آخر لكن هو الآن رح سفير في لبنان ها هم سفراء الجزائر يعتبر روحه من طبقة عالية حقر الموظفين اللي كانوا معاه وغرهم طريقته هي كلها تقرب من المسؤولين بالمناسبة يعني كان في حديث آخر على بنت شنغريحة اللي كانت معاه في جونيف إلى آخره لكن هذا مش نقاشها الآن وأهم شيء هو أنه كان متورط هنا في تهريب 18 مليون أورو كاش مع ذلك بدل أن يذهب إلى السجن يذهب سفير في لبنان سفير في لبنان كما تحدثنا عدة مرات أو أي في أي مكان سفير الجزائري اليوم في المعدل يبدأ السفير الجزائري بـ 15 ألف أورو وكثيرين يدوا 20 ألف أورو للشهر وحسبوها أنتم بالدينار كم تساوي إضافة فيلا مدفعة تماماً 100% بالخدم والحشة منتاحة لفمنناج سواقين لجارديني الحراس إلى آخره كان سفر عندهم 10-12 دوميستيك في النهار 10-12 إضافة إلى على الأقل سيارتين سيارة للسافير وسيارة لأسرة السافير وأشياء أخرى إضافة إلى الصندوق الأسود لا كيس نوار اللي يعطولهم فيها أموال على أساس تصرف على شراء الذمم مثلاً كما نشوفه في فرنسا مرات كانوا يخرجوا هذوك اللي يخرجون باش يسبوا الحراكيين إلى آخره أحد يعطوله 50 أورو وحد يعطوله قرع الشراب وحد يخلصوا له أشياء وحد يعطوله هذه كم لا كيس نوار أو باش يشيروا بها صحفيين طبعاً الصحفي الأجانب يشيروهم بمبالغ معتبرة 10 ألف أورو 20 ألف أورو 50 ألف أورو على حساب القضايا هذه كلها أموال تحت يد السافير يفعل فيها ما يشاء الحقيقة السافير عنده كيس نوار لطاشي ميليتير عنده كيس نوار الملحق العسكري لطاشي دبياس البروت سيكيريتي عنده كيس نوار كل هذه كيس نوار وهذا كيس نوار هذا الصناديق السوداء في حد ذاتها أموال رهيبة ولم تعد تخدم الدولة على أساس أنه يشيروا بها ذمام أو يشيروا بها صحفيين في الغالب ولا تتروح وترجع كهدايا للمسؤولين اللي في العاصمة في الجزائر واللي أرسلها أولئي في هذه المناصب